السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقاتكم إخواني النحالين وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون لنا درس مهم جدا وهو التطريد ونحن الآن في نهاية شهر 2 شهر فبراير وفي بداية التطريد في بعض المناطق وبعض المناطق هناك قد بدأ التطريد بالفعل لذلك سيكون حديثنا عن علامات التطريد وأهمية التطريد وأسباب التطريد وكيف نمنع التطريد فبداية سنتحدث باختصار عن أهمية التطريد التطريد هو غريزة منحها الله تعالى للنحل وقعلها سبب من أسباب التكاثر والنقطة الثانية لأهمية التطريد هي تقدد الخلية أو تقدد الملكات داخل الخلية وكذلك النقطة الثالثة هي زيادة أعداد الخلايا في المنحل والنقطة الرابعة هي التنوع الوراثي أما حديثنا حول علامات التطريد فستكون على النحو التالي تنقسم إلى نوعان النوع الأول هو العلامات الداخلية والنوع الثاني هو العلامات الخارجية سنتحدث أولا عن العلامات الداخلية في الخلية أول نقطة هي التكاثر أو ازدحام الخلية بشكل كبير وهذا دليل على أن الخلية ستقبل على التطريد النقطة الثانية هي زيادة في أعداد الذكور بشكل كبير وأحيانا يلاحظ أن حال بيوتة أو حضانة الذكور بشكل مبعثر داخل الخلية وكذلك انقطاع الملكة عن وضع البيض ووضع البيض الغير مخصب وكذلك ملاحظة سرعة في حركة المركة وتلبكها وارتباكها في الحركة وهذا دليل على أن هناك التطريد سيكون مقبل فعلا حال التركيز والانتباه أما بالنسبة للعلامات الخارجية التي نلاحظها على الخلية من الخارج وهي نلاحظ اكتظاظ النحل أمام فتحة السروح أو أمام بوابة السروح وكذلك الطيران بشكل دائري أمام الخلية وقلة السروح أو هدوء النحل وقلة السروح وهذه تعتبر من العلامات الخارجية للتطريد أما في المحور الثالث سنتحدث عن أسباب التطريد وأسباب التطريد كثيرة سنختصر بعضها حتى تصل المعلومة بشكل أفضل من أسباب التطريد هي ازدحام واكتظاظ الخلية وهذا لا محالة وهذا سبب رئيسي يجعل على أفن أن يكون متابع وملم في هذه النقطة النقطة الثانية هي العوامل الوراثية هناك عوامل وراثية تسبب التطريد هنا يجب على أخونا النحل أن يكون متيقظ ومنتبه ويدون كل شاردة وواردة في الخلايا أو خلايا المنحل كذلك من أسباب التطريد هو عدم التوازن داخل الخلية كيف ذلك؟ ملاحظة وجود أن النحل الحاضن أكثر من النحل السارح كذلك من أسباب التطريد هو زيادة الغذاء داخل الخلية سواء حبوب اللقاح أو العسل فهذه تسبب كذلك التطريد كذلك من أسباب التطريد هو عمر الملكة عمر الملكة الكبير أو المتقدم من الأسباب الرئيسية في التطريد وكذلك من أسباب التطريد شعور الملكة بعدم وجود مكان لوضع البيض فعندما يكون الغذاء متوفر هنا وهناك والملكة لا تجد مكان لوضع البيض تتجه إلى التطريد وكذلك من أسباب التطريد هي الظروف الجوية والمناخ المناسب للتكاثر وكذلك من أسباب التطريد هو تدفق أو التدفق القوي لحبوب اللقاح والرحيق من المرعى ولا ننسى أن من أسباب التطريد هو الإطارات القديمة الإطارات القديمة أحد الأسباب التي تؤدي إلى التطريد والنقطة العاشرة على ما أذكر هي إدارة النحال إدارة النحال قد تكون سبب رئيسي أو عامل رئيسي لأسباب التطريد داخل المنحل سيسأل سائل كيف نمنع التطريد ستكون الإجابة على النحو التالي أولا نستطيع أن نمنع التطريد بعدة أمور منها رفع العاسلة أو التوسع داخل الخلية من ضمنها رفع العاسلة ورفع الإطارات سواء التغذية أو الإطارات الحضنة وإنزال إطارات أساسات حتى ينشغل النحط بالبناء وتذهب عنه فكرة التطريد النقطة الثانية هي التقسيم التقسيم يمنع التطريد وهذه نقطة يجب أن يكون النحال ملم بها كثيرا كذلك كيف نمنع التطريد هو استبدال الإطارات القديمة أو رفعها من داخل الخلية وكذلك يستطيع أخونا النحال إنزال أساسات شمعية باستمرار إنزال أساسات شمعية باستمرار لمنع التطريد كذلك لمنع التطريد الرفع على المخزون الزائد الرفع على المخزون الزائد من حباب اللقاح والعسل هذا يمنع التطريد كذلك من منع التطريد تخريب إذا وجد النحال أن قد تم بناء البيوت الملكية يتم تخريب البيوت الملكية بشرط بشرط رفع العاسلة وتوسع الخلية ويستمر برفع بتهديم البيوت كلما بنق الملكة هذه البيوت وإنزال أساسات شمعية يشغل النحل ببناء الشمع والانصراف عن التطريد في ملاحظة دائما أحدث بها إخواني النحالين اشغل النحل حتى لا يشغلك كيف ذلك؟ نزل أساسات سمعية وسع داخل الخلية خلي النحل شغال هذا ما يجب على أخنا النحال القيام به كذلك لمنع التطريد يمكن على أخنا النحال أن يقوم برفع بعض إطارة الحضنة ودعم الإطارة ودعم الخلايا الضعيفة وإنزال مكانها أساسات سمعية هنا يستطيع النحال أن يمنع التطريد ومن النقاط المهمة أو أن أخنا يستطيع منع التطريد وهذا يكون في بداية بناء البيوت الملكية كيف ذلك؟ يقوم برفع الملكة الأم من الخلية التي قد بدأت في بناء البيوت الملكية داخل الخلية إلى خلية كتقسيم جديد مع إطار حضنة أو إطار واحد من الحضنة لا والخلية هذه التي رفع منها الملكة يقوم بهدم جميع البيوت الملكية ويترك بيتان فقط ينتظر ويتابع النحال البيتان حتى يقوم النح ببنائهم ثم بعد ذلك يقوم بإغلاق أو التقفيص على أحد البيوت هنا يستطيع النحال بهذه الطريقة من التطريد ولا ننسى النقطة المهمة والأهم في عملية التطريد كلها هو متابعة النحال متابعة النحال كلما كان أخونا النحال متابع وملم في إدارة الخلية وإدارة المنحل لا يمكن أن يقوم النح بالتطريد إن شاء الله أن المعلومة وصلت وبدقة وقد اختصرتها قدر المستطى حتى لا أطيل عليكم تحياتي لكم من اليمن المهندس عبد الرحيم الجابري